بعد تأثيرها الكبير عام 2020 من تفسي جائحة كورونا التي تسببت في تدهور الطلب على الطاقة عادت شركات النفط الكبرى إلى الربحية مجددا خلال العام الماضي لتزيد من جني الثمار في الربع الأول من هذا العام بيانات شركات النفط حول العالم تظهر مقدار ما حصدته نتيجة ارتفاع أسعار الخامات منذ مطلع العام الحالي رغم تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الأنشطة من جهتها ضعفت اكسون موبيل الأمريكية أرباحها إلى خمسة مليارات ونصف مليار دولار رغم انسحابها من مشروع سخالين النفطي في روسيا حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 52% لتبلغ 88 مليار دولار الشركة المنافسة شفرون ضعفت أرباحها أربع مرات إلى 6 مليارات و300 مليون دولار مع ارتفاع إيراداتها 70% إلى 54 مليار هذه الأرباح الوفيرة للشركتين جاءت رغم انخفاض انتاج اكسون بنسبة 3% نتيجة إعاقة التقصي للأعمال في كندا وتراجع انتاج شفرون بنسبة 2% بسبب تأثر أعمالها في اندونيسيا وتايلند العملاق الفرنسي شركة Total Energy ورغم الغموض الذي يكتنف مستقبل نشاطها في روسيا أعلنت أيضا تحقيق أرباح صافية قاربت 5 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام هذا غيض من فيض الأرباح التي تحققها شركات النفط العملاقة مع ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 30% منذ بداية العام وفي ظل إجماع التوقعات على استقرار سعر البرميل فوق المائة دولار خلال هذا العام فإن خزائن عمالقة النفط مقبلة على استقبال المزيد من الإيرادة